اهلا 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 حاضر ايوة حاضر جالنا دلوقت يا جماعة اتنين مش عايزين يقولوا اساميهم مية الف جنيه فاعل خير وخمسين الف جنيه فاعل خير ودول صحابي يعني مش بس مشاهدين لا دول صحابي فاحنا كان معنا مليون وربح وخمسين الف يبقوا مليون وثلتمية ومية الف يبقوا مليون وربعمية يعني قربنا من مليون ونص كريم يا رب يا حنان يا منان ايوة يعيني عايزوا يقول اسمه طيب الزميل الفنان العبقاري الجميل اللي بيأكلنا وشربنا ناصر البرينس مية الف جنيه بقوا مليون ونص بقوا مليون ونص يعملوا ايه دول يعملوا حقيقة كتير جدا انت لسه في اول الحلقة كنت شايف واحدة بتقولك يميني يجيبلي خمسة واربعين الف جنيه احنا معنا مليون ونص يا حاجة طمني وبكرا ان شاء الله تروح تحطي قوقع البنتج وتسمع ان شاء الله معنا مليون ونص هو وقفين كده لا مش وقفين كده ان شاء الله حنشوف حاجات كتير جدا تيجي ببقية الحلقة وتحل البركة بتاعت الليلة وتحل البركة بتاعت الليام المفترجة والعشرة الاواخر من رمضان والناس المحترمة اللي بتتبرع معنا كل ساني حييجي وجاي تاني ثقة في الله مش ده محمد رمضان بقى لا دي ثقة في الله شفناها كتير ما شفناهاش في افلام لا شفناها بجد شفناها بجد شفنا فلوس بتيجي من حيث لا ندري وهو ده ربنا بيرزق الهاجع والناجع والنام على صرصر ويدنه يعني انه ييجي مزيع يعني اي كلام كده زي بيعمل برنامج وخلاص يبقى ربنا مسخره 14 سنة انه هو من خلاله تيجي فلوس انه هي تبقى انا ابقى مصورة يعدي منها الفلوس للناس فاحنا دوقتي معانا مليون ونص هل ده اخر الكلام ان شاء الله لأ هل دي اخر الحاجات ان شاء الله لأ انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجة في واحد يقول لي وانا هروح فين جنب الخمسين الف وانا هروح فين جنب المية الف وانا هروح لا والله العظيم بالتجربة اللي اتبرع بمين جنيه واللي اتبرع بمتين جنيه دول بيعملوا ملايين بعد كده بيجملوا معانا انا عملت حملات البطاطين كلها في حملة بطاطين عملتها كان فيها خمسين مليون جنيه اغلب الفلوس فيها كانت من اللي اتبرع بخمسين جنيه ومية جنيه وخمسين جنيه ومتين جنيه ومتين وخمسين جنيه وثلاثمين جنيه كل ده بيلم انت بتبقى العملية بخمسة واربعين الف فهي تبقى ايه تبقى اربعة واربعين الف وخمسمية لا اله الا الله جالنا دلوقتي عشرين الف دولار دول يا ابني بكم بسعر البنك المركزي النهاردة احنا معنا مليون ونص اتنين مليون الا ميت الف يا كريم يا رب قادر على كل شيء قادر على كل شيء اتنين مليون الا مية جالك مية وخمسين الف طيب انا جالي دلوقتي واحد برضو اعرفه صديقي ويعني هو بعد انه متبرع بمتين الف جنيه اتنين مليون وخمسين كسرنا الاتنين مليون هما كده بس لا والله ابدا لا والله ابدا شوف انا بحلف لا والله ابدا هما اتنين مليون وخمسين دول حلوين حلوين اوي ورودة ونقوم نتصحر لا جاي تاني جاي تاني وحنشوف اهو جيمتين الف دلوقتي ميسج بتطلع اصلي ميسجان بتطلع نوتيفيكيشن كده على الايفون فوق فتشوف الارقام وتنبسط اتنين مليون خمسين الف اتنين مليون خمسين الف خمسين الف هنديهم للست اللي كانت عايزة قوقعه وتبقى معنا اللي اتنين مليون جنيه هما كده لا والله هما مش كده ده فيه جاي تاني جاي تاني لانه ده رزق غلابة رزق غير قادرين رزق ناس بتقول يا حيطة داريني ناس بتبقى جاية من من اخر الدنيا جايين من الصعيد وشايلين الواب ويخش على قسم غير القادرين على الناس بتوعنا هما بعاموا التقارير وقعد يخش ومساء الخير يا دنيل احنا والله قسم غير القادرين عايزين فضل اهلا وسهلا هنعمل ايه هنكشفوه نشوفو ان شاء الله بعد شوية عمل ايه هنعمل دي غالي قوي لا ما فيش حاجة غالي فيه ناس بعثت فيه ناس بعثت وابعت ابعت دايما من عندك هو اللي بيبعت والله العظيم بصوا انا مش لان ادعي ان انا يعني من ال اطقياء الورعي لا لا خالص بس انا الليلة دي بشوفها كل سنة بشوف فيها حاجات غير طبيعية حقيقي والله معاك يا ابني لستة بفلوس انت يا دكتور دي لستة فلوس اه هتها وماله اه خش يا حبيبي لستة فلوس بوما جدا اه خد عندك ربك كريم اهو مكتوب عشان بس الناس تشوف الكتابة اهو بيتكلموا عالكنترول ويتبرعوا احنا معنا لغاية دلوقتي اتنين مليون خمسين الف عد معايا بقى حامد رمضان القاهرة عشر تلاف جنيه عمر وصارة خالد عشر تلاف جنيه ملك حسن عندها عشر صيني مية جنيه تشكري يا ملك تشكري يا ملك عالمي الجنيه بتوعك دول احلى من اي رقم ابوها بيقول دي عديتها البيت تتبرعت بعديتها هي دي ما دي الحلوة بقى انك تقعد تتفرج عالكلام ده عشر اطنين فعشر اطنين فعشر اطنين فعشر اطنين مدام لايل محمد خمسمائة جنيه فعل خير خمس تلاف جنيه شام السحيمي عشر تلاف جنيه عمر عباس من الامارات خمسناش الف جنيه ايمان الالف عشر تلاف جنيه محمد مصطفى الف وخصومين جنيه سالو عبدالعزيز متين جنيه عمر سامر عشرين الف جنيه محمد عبدالله من السعودية عشر تلاف ريال سعودي دول بكام يا ابني اضرب و جمع وقول لي اضرب و جمع وقول لي لازم بصوا في الشغل لازم تزعق يعني لازم تزعق في الناس بجد والله يعني اصدل الف وسبعمائة وخمسين فعل خير ومباراة كل العيدية العيدية قد ايه يعني بس كل العيدية سامي محمد تلتمائة جنيه الاستاذ نجيب خمس تلاف جنيه مأمون السيد الف جنيه مدام سومة تلتمائة جنيه عبدالرحمن محمود مائة ريال سعودي فعل خير خمسين الف جنيه فعل خير اخر خمسين الف جنيه فعل خير تالت خمسين مائة الف جنيه فعل خير خمس ومائة جنيه اجمع لي دول على الاتنين مليون وخمسين وقول لي كام على قال لي دول يعملوا امتين الف مش كده ولا ايه ولا تلتمائة حاجة كده وانت تعارف ريال بكامل نهار ده ولا لأ باربع جنيه ونص اربع جنيه وخمس بيرهم اغلى شوي يا كانترول ايوه فلوسكو كتير جاي كام الرقم كده ده على الاتنين مليون وخمسين ومعانا كام انتو بتدعي ده على اصباعك هاتكالكليتر انتو تعليم ايه وده عيبوا وده عيبوا ما جالي ده قلته اه حالا جالي على الموبايل على طول كل الارقام الكامتين بتيجي وبنشوف ده دول بقى كام دول يعملولهم 200 الف كمان مثلا لانه في 100 و 150 الف 200 الف لا يعملوا 300 الف دول 300 الف جنيه 2 مليون 350 الف جنيه يعني قريبين من 2 مليون ونص حيبوا 2 مليون ونص ايوة ازاي هو حيبعت اللي بعت قبل دول حيبعت دول اللي بعد دول كمان حدش يستنى الناس اللي بتتفرج فيه ناس قاعدة قدام البرنامج مستنى الفلوس يعني عشوفوا تقارير تانية ناس قاعدة مستنى الفلوس مستنين الامل والامل بيجي والرزق بيجي من عنده والله الواحد نفسه حلقة من الحلقات دي تكون هي دي يعني يوم ما خلص حياتي الإعلامية تبقى حلقة من الحلقات دي او حتى حياتي كلها بس حلقة من الحلقات دي اللي انت بتشوف فيها ازاي ازاي الناس بتحس بالناس كل الناس اللي بتتبرع دي بتحس بالناس انك حاسس بحد وحاسس ان انت خد كأنك بتدياله في ايده